موسيقى فطومة لم أكن متصورة بيوم أن نظرتي للحياة تغيرها طفلة أمرها ست سنوات بيوم الطفل العالمي متعودين نشوف أطفال مبتهجين مهرجانات للأطفال لكن بيوم 20 نوفمبر 2011 كان غير شكل مجموعة من الطلاب اقترحنا نسوي زيارة المدرسة المستشفى للأطفال المرضى ونحن لهناك وكلام الحسن حظي أكون بالطابق الرابع اللي بيه الأطفال المصابين بالسرطان السرطان هذا المرض اللي يصرنا نخاف حتى من اسمه ومن يحجون عنه الناس يقولون ذاك المرض وبفعل الحروب وعوامل أخرى ارتفعت نسبة الإصابة بهذا المرض وأصبح عدد المصابين 160 ألف عراقي سنويا وأغلبهم من الصغار ثمانة آلاف مريض من عدهم يموتون بسبب نقص الأدوية أو قلة الكوادر المتخصصة فطوما طفلة عمرها ست سنوات قاعدة مثل الأميرة قالتلي بابتسامة خليوني أنت طبيبة؟ قالتلي إن شاء الله حصلت طبيبة قالتلي وكلها ثقة بنفسها أنا هم حصلة طبيبة حصلت دكتورة جهال أسامة فطوما وكلماتها لحدها السبالي هذا كان أول عمل تطوعي أقوم به انطاني شعور ما ينوصف شعور بالإنسانية وورا ثلاثة شهر تقريبا سمعت There's Always Hope مشروع يعمل على إقامة فعاليات للأطفال المصابين بالسرطان وزرع الإبتسامة على وجوههم البريئة اللي فقدت أملها بالحياة وأتعبهم العلاج الكيميائي بدون تردد انضميت لها المجموعة من الشباب من كليات مختلفة مدارس خريجين ناس ما تعرف ناس بس جمعنا شي واحد الأمل ورغبتنا بزرع الإبتسامة هالأطفال اللي عانوا من العلاج الكيميائي طبعا العلاج الكيميائي ممثل أي علاج مادة في الخلايا السرطانية وكانكم تتخيلون كيف سيكون تأثيرها على باقي الجسم من غثيان من حول تساقط للشعر وتأثيرها الأهم والأكبر على الحالة النفسية للأطفال كانت فكرتنا ترتكز على العامل النفسي والدعم المعنوي لهذول الأطفال قسم من المتطوعين حلقة وشعرهم من ذول المتطوعين ميوزيشنز طبعا كلكم تعرفون الفنانيين وبالذات الميوزيشنز شكلهم أو مثل ما نقول اللوك شيء أساسي بالنسبة لهم بس مع هذا حلقة وشعرهم حتى يقولون للأطفال مو مهم شعركم راح أنتوا دائما حلوين المتطوعين بالبداية ما كان عندهم فكرة كاملة عن المشروع وأحد المتطوعين منار اللي إجه وهو ماذا يعرف جديد صير ماذا يفتهم حالة الأطفال بس يوصف شعوره لما شاف طفلة بريئة تنظر مباشرة عن عدسة كامرته وتبتسم كان حسية روحي ملكة الدنيا وبعد ما ضحكنا ولعبنا وغنينا غادرنا المكان المكان اللي جيدا جايين حتى نزرع بي الأمل بس بالحقيقة طلعنا من عنده بآمال أكبر وبدأ الفطومة شفت ليه محمد ربا وسارة وغيرهم وغيرهم كل واحد بيهم ينتظر مستقبل مشرق يجوز محمد يصير طيار ويدافع عن وطنه ويجوز ربا وتصير عالمة وتكتشف علاج للسرطان بعد كل إفنت صار عندنا دافع لما نشوف هذول الأطفال يحاربون أقصى شيء بالدنيا وفي ثبات قمنا نشوف كل العواقب التي تتواجهنا بطريقنا هي لا شيء ونحن نقدر نتغلب عليها وبدأنا نخطط للإفنت الثاني طبعا كانت أخطاء بالإفنت الأول مثلا نحن نغني لهم كالي ميرو نفتح يا سمسن وهم أصلا صغار وليس ملحقين عليها بالإفنت الثاني نغني سبونج بوب سكوير بانس وأخذنا وياً الأنجري برد اكتشفنا بمكان آخر على وجه المعمورة بالولايات المتحدة الأمريكية شباب مثل أعمارنا ويعملون على نفس الهدف أطفال مصابين بنفس المرض قررنا نتبادل الأمل تزينا لهم كارتات بسيطة عليها صورة للأطفال المرضى كلمات بسيطة جدا لكنها مليئة بالأمل وتبادلنا الأمل وبعد ما كنا 35 متطوع بالإفنت الأول صرنا أكثر من 65 متطوع وصار الإفنت الثاني والثالث والرابع سيكون بالطريق خلال هذه الفترة كل اللي تنا نفكر به شنو اللي نقدر نقدر نقدم المجتمعنا شنو الشي اللي نقدر نسوي به تغيير تغيير ترى يبدي من داخلنا هذول الأطفال حالهم حال العراق اثنين هم دي يمرون بمحنة مساندتنا لهم متفضل من عندنا عليهم لا لأن احنا نضمن مستقبلنا قبل مستقبلهم وإذا ساندناهم لح يتذكرون احنا مساندتنا لهم ولح يكبرون ويصيرون أقوى أعضاء بالمجتمع لأنهم مواجهوا أفضع شي فأي شي اللي حيواجههم لحيكون لا شيء مقارنة بي والأمل اللي زرعنا بيهم نحن حصد في يوم من الأيام شكرا شكرا